ما هو أفضع من المخدرات بات يهدد المجتمع ويخلق حالة من الهلع التي دقت ناقوس الخطر منها مراكز الطبية ونقابات إلا أن الجهات الرسمية تحاول التكتم عليها من خلال التقليل من شأنها مرض الإيدز الذي أعلنت النقابة الأطباء في العراق رصد انتشاره عبر مراكز التجميل والوشوم غير المرخصة التي تنتشر في بغداد بشكل مخيف في ظل غياب الرقابة الطبية الصارمة لجنة الصحة النيابية في ذات المضمار كشفت عن تسجيل 2638 حالة إيدز في عموم العراق بينها 470 حالة وفاة بمرض نقص المناع الإيدز عن طريق مراكز التجميل غير المرخصة خلال الأعوام الماضية لغاية بدء العام الحالي ويخمن رئيس لجنة الصحة النيابية بأن الأرقام أكبر من المعلن بسبب الحساسية الاجتماعية للتعاطي مع هذا المرض والإحجام عن مراجعة المراكز المختصة وإجراء الفحوصات مراكز التجميل والوشوم تعد ناقلا للمرض لكن العلة في المصدر الرئيس له والحديث هنا عن الملاهي الليلية التي يرعاها بطريقة مباشرة وغير مباشرة زعماء ميليشيات نافذون وهذا ما كشف عنه سابقا القيادي في التيار الصدري حاكم الزاملي بقوله إن هناك صالات قمار ونوادي ليلية لديها عقود مع الأحزاب التي تمتلك ميليشيات لتمويل نشاطاتها ورغم الادعاءات الحكومية بشأن حملات لإغلاق هذه النوادي إلا أن الوقائع تكشف خلاف ذلك تزايد حالات الإيدز هو نتيجة طبيعية للسلوك الميليشيوي الذي حول بغداد إلى مركز للإصابات وتجارة المخدرات والنوادي والملاهي من أجل كسب المال وبنفس الوقت التدمير الممنهج للمجتمع ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر